عثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية في مدينة الرمادي تضم جثث أكثر من أربعين شخصا بينهم نساء وأطفال أعدمهم تنظيم الدولة قبل استعادة القوات العراقية سيطرت عليها نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معا في مؤتمر صحفي إن المقبرة التي عثر أو عثر عليها وسط المدينة طمت جثثا لمدنيين وعناصر أمن وكانت الأمم المتحدة أعلنت الشهر الماضي العثور على 16 مقبرة جماعية في منطقة سنجار شمال العراق